الاخوان المسلمون التنظيم الذي يوصف بالاقوى في الاردن بات الان يتقلب على نار التشضي شطر شرعي وفق الاوراق الحكومية وغير شرعي بالنسبة للشطر الثاني وشطر غير شرعي ايضا وفق اوراق الحكومة وبنظر الشطر الاول معادلة قد لا يفهمها الكثيرون فيعمد هذا الطرف او ذاك لكي للاتهامات للحكومة بشق صف الاخوان في اطار حملة يراها التنظيم تتزامن وجهودا اقليمية بذات الاتجاه تلت الاطاحة بحكم الاخوان في مصر الحكومة الوردنية في ظل ايضا الخلافات الداخلية استثمرت هذا الوضع واستثمرت هذه اللحظة التاريخية لتدعم طرف على حساب طرف وتعيد يعني رسم هيكلية الجماعة من الجديد واولويات عملها واستراتيجياتها بما يتوافق والمصلحة الوطنية للدولة الوردنية فجاءت الخطوة من حيث لم يكن متوقعا وكانت الضربة من رحم التنظيم وبمسوغات قانونية بحتة تتعلق بترخيص الجماعة ومن ثم المطالبة بوضع اليد على أصولها وممتلكاتها من جانب القيادة الجديدة المرخصة حكوميا وما تلاها من توتر نأت حكومة الاردن عن التدخل فيه علنا على الأقل الإشعار الذي قدم من قبل عدد من المواطنين من أجل القيام باحتفال جماهيري وبعد ذلك قامت الجمعية الإخوان المسلمين المرخصة بالاعتراض على أن هذا الإشعار قدم واستخدم وانتحل اسم الجمعية المرخصة وبالتالي واجب الحكومة كان وواجب الدولة أن تتعامل مع هذا الأمر ضمن حدود القانون وضمن الإطار القانوني الذي ينظم مثل هذه الفعاليات القيادة القديمة تبحث كل يوم عن إثبات ذاتها على الأقل أمام كوادرها التي بدأت أولا بأول تفقد الثقة في قدرتها فكان قرار تنظيم فعالية في الذكر السبعين لتأسيس جماعتهم وهو ما يصفه مناوئهم بتخبط سياسي تعيشه هذه القيادات بعد صحب بساط الشرعية منها لكن هذا التردد بلغ مداه عندما قررت القيادة غير المرخصة تأجيل الفعالية الحكومة في هذه الحالة مضطرة أن تنفذ القانون في هذه القضية وغير هذه القضية وبالتالي أي فعالية أي نشاط أي عمل سياسي أو غير سياسي يقوم به الإخوان المسلمين بالجماعة القديمة سيواجه بمعارضة ورفض من الجماعة المرخصة باعتبار أن هؤلاء ينتحلوا صفة الإخوان ويحملوا اسم لجماعة بشكل غير قانوني وبالتالي الحكومة مضطرة أن تنفذ القانون وأن تمنع أي نشاط باسم الإخوان إلا إذا كان صادر عن الجماعة المرخصة الجماعة المرخصة تقول إن غير المرخصين ينتحلون صفتهم واسمهم وطالبوا الجهات الحكومية بمنع هذه الفعالية لأن القائمين عليها لا صفة شرعية لهم الذين تقدموا بالإشعار لتنفيذ هذه الفعالية هم ليسوا مؤهلين وليسوا أصحاب سلطة أو ولاية شرعية على الجماعة وبالتالي فلا يحق لهم أن يتقدموا بمثل هذا الطلب ويتحدثوا باسمنا أو باسم الجماعة المرخصة قانونيا وتشريعيا يبقى تطبيق القانون هو الفيصل بين قطبي الحركة الإسلامية بانتظار موقف حكومي يبت في القضية بالقانون وروحه فيآن وبما يحافظ على البلاد في خضم الأوضاع الأمنية الملتهبة في المحيط وما لها من انعكاسات سلبية داخليا دخل التيار غير المرخص من جماعة الإخوان المسلمين في الأردن مرحلة جديدة من العلاقة المتوترة مع الحكومة الأردنية لا سيما بعد انقسام الجماعة إلى جزء شرعي بموجب القانون وآخر بقي خارج إطاره نايف مشاقبة سكاينيوز عربية عمان